مبعوث أممي وآخر أمريكي وتغريد خارج السر بالأزمة اليمنية حيث اختتم مبعوث الوم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ زيارته إلى الرياضة دون نتائج عملية واضحة وبحسب الوم المتحدة فإن مبعوثها الخاص بحث مع مجلس القيادة الرئاسي فرص التوصل لهدنة شاملة وتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق النار المبعوث الوممي شدد خلال لقائه مجلس القيادة والحكومة ووزير الخارجية على ضرورة إطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم ووفق البيان الوممي ناقش جروندبرغ مع السفير السعودي الجابر سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم مضي اليمن نحو حل سياسي بالتوازي مع تحركات المبعوث الوممي أطلق المبعوث الامريكي تيميل دير كينغ تصريحات صحفية أكد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل عملها لبناء اتفاق يضمن هدنة أكثر شمولا وقال لندر كينغ إن بعض القضايا لا تزال عالقة مثل كيفية حصول الموظفين الحكوميين على الرواتب المبعوث الامريكي جدد دعوة الأطراف اليمنية للمشاركة في المفاوضات موضحا أن اليمنيين سئموا من الحرب ويريدون عملية سلام شاملة مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأمريكية مستمرة في تأمين طرق التوصل للسلام فيما هو واضح فإن واشنطن لا تزال تراهن على نجاح مقاربتها الدبلوماسية للأزمة اليمنية فهي ترى أن الهدرة الأممية التي دعمتها في أبريل 2022 أتت ثمارها عبر تحقيق بعض البنود المتعلقة برحلات مطار صنعاء وتدفق المشتقات النفطية لميناء الحديدة إلا أن الحقائق على الأرض اليمنية تؤكد أن النتائج ذهبت أغلبها لصالح الإنقلابيين الحثيين الذين يلوحون بالتصعيد كل ما حصلوا على امتياز جديد ترجمة نانسي قنقر